والسؤال طرحناه في بداية الحلقة من اللعب اللي ممكن يتقلق في مواجهة اليوم ومين ممكن يكسب مباراة النهارة وقاكم لنتيجة دكتور راشا بتقول الاختبوت محمد الشناوي ان شاء الله هيتقلق النهاردة ويحمي عرين منتخب مصر ده مؤشر مش كويس يا دكتور على فكرة معنا ان الشناوي يتقلق يعني المباراة تبقى وان سايد جيم للجزائر طيب نروح كمان لأحمد خلف بيقول ايمن اشرف واحمد رفعت والنتيجة 2-1 للفرانة ان شاء الله نروح كمان للسيد محمد هيبة بيقول مسائل خير عليك كابتن محمد مسائل خير يا أستاذ سيد اتوقع مصطفى فتح ومحمد شريف هم اللي هيتقلق يعني وتحياتي لك من عائلة هيبة ان شاء الله منتخب مصر يفوز يا رب يا أستاذ سيد تحياتي لكل أفراد العائلة داليا الكابيتانو بتقول تحياتي أستاذ محمد واتوقع تقلق حمد فتحي لو لعب واقرم توفيه محمد الشناوي ونتمنى التوفيق لمنتخبنا أداء ونتيجة وكمان الجمهور هيقدر يحدد موقفه من كروشلن الاختبار الحقيقي الأول ليه؟ أتفق معاكي ده أول اختبار حقيقي بصراحة للجهاز الفن عايزين نشوف بقى يفقر إزاي في مثل هذه المباريات الكبيرة محمد ناصر وده آخر رأي معايا بيقول أنا أعتقد أقرم توفيق والنتيجة 2-1 لمصر وبالتوفيق إن شاء الله طيب دي أبرز كده التعليقات على السؤال طرحناه في بداية الحلقة منتخب الجزائر عالعب بمجموعة لعيبة معظمهم لعبوا أمام لعبي منتخب مصر تحديد اللعاب النادي الأهلي في عبدالقادر رابدران في إلياس ساشتي دول لعيبة موجودين في المنتخب الجزائر وكانوا موجودين مع التراجئ التونسي في الفترة الأخيرة في بطولات الأندية الإفريقية والأهلي عمل مباراة كبيرة عليهم أصغ تمام الثقة في قدرة أقرم توفيق في مركز الظاهير الأيمن كمان اللعاب عندها خبرات في مثل هذه المباريات وكل التوفير منتخبنا في لقاء الجزائر مساء اليوم بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء